تابعين متابعي طقس العرف في الأردن أسعد الله وقاتكم بكل خير نقدم لكم هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال أيام الأسبوع الحالي يوماً في يوم نهار اليوم السبت سالة طقس خريف معتدل درجات الحرارة كانت تحاول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام عبرت بعض أصوص حب المنخفضة خلال ساعة الصباح الباكرية ناتجة عن ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية يوم الأحد بإذن الله ترتفع قليلاً درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام حيث تسجل العاصمة عمان حوالي 27 درجة مئوية بينما يستمر الطقس ماء للبرودة إلى بارد نسبياً في عموم مناطق المملكة خلال ساعات الليل يوم الأثني بإذن الله تنخفض قليلاً درجات الحرارة لكن تبقى أعلى بقليم المعدلات مثل هذا الوقت من العام تقس خريف معتدل متوقع في عموم المناطق درجة الحرارة أيضاً ليلة تبقى بارد نسبياً إلى ماء للبرودة مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية وتشكل الغيوم المنخفضة خاصة فوق الجبال والطمام الجبالية العالية يوم الثلاثة لا تغييرها الحالة الجوية درجات الحرارة تبقى أعلى بقليم المعدلات مثل هذا الوقت من العام طقس خريفي معتدل في عمو المناطق يصبح بارد نسبيا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق السهلية والبادية وفوق الجبال العالية يوم الأربعة تنخف الدرجات الحرارة تعود وتصبح حول معدلاتين مثل هذا الوقت من العام 25 درجة مئوية متوقعة في المنطقة الوسطى وعموم المنطقة الجبلية في المملكة لكن خلال ساعات الليل تنخفض ليصبح الطقس بارد نسبيا يستدعي لبس ملابس أكثر دفئا لكن اعتبارا من يوم الخميس بإذن الله تبدأ المملكة تتعرض لهبوب رياح شرقية إلى جنوبية شرقية ترتفع قليلا درجة الحرارة بسبب هذه الرياح تصبح عالم معدلاتين مثل هذا الوقت من العام درجة الحرارة كما ذكرنا عالم معدلاتين مثل هذا الوقت من العام يصبح الطقس خريفي معتدل لكن يميد لبرودة خلال ساعات الظاهرة والعصر بينما يبقى الطقس بارد نسبيا خلال ساعات الليل يوم الجمعة بإذن الله تستمر هذه الرياح الشرقية بالهبوب تعمل على ارتفاع أيضا في درجة الحرارة تبقى عالم معدلاتين مثل هذا الوقت من العام أيضا تعمل على إثارة الأتربة والغبار في أغلب مناطق المملكة بسبب نشاطها خاصة خلال ساعات الظاهرة والعصر درجة الحرارة كما ذكرنا تصبح أو تكون عالم معدلاتين مثل هذا الوقت من العام طقس خريفي معتدل يمي للحرارة عفوا خلال ساعات الظاهرة والعصر أما ليلا يسود طقس ماء للبرودة إلى بارد نسبيا بهذا نحن شرطنا إلى اللقاء